في كل يوم تفصيل جديد لعنوان واحد هو الجرائم المروعة بحق المدنيين الذين سقطوا نتيجة معركة استعادة الموصل وغيرها من المدن إلا أن الحرب في نينواء الأكثر فضاعة بحسب أغلب المنظمات واحدة من تلك المنظمات هي هيومن رايتس ووتش التي كشفت قتل الميليشيات اليازدية 52 مدنيا جلهم من الأطفال والنساء من قبيلة ماتيوت في الرابع من حزيران الماضي بمنطقة القابوسية أثناء هربهم من المعارك الدائرة بين تنظيم الدولة وميليشيات الحشد في وقتها غرب الموصل المنظمة تقول إن شهودا محليين زودوها بقائمة تضم أسماء خمسة مقاتلين من الميليشيات اليازدية قاموا بإعدام تلك العائلات انتقاما كما قالوا لما تعرض له يزيديون من تنظيم الدولة أثناء سيطرته على الموصل وبحسب الشهود أيضا فإن الميليشيات اليازدية شكلت كتيبتين الأولى تدعى لالش والثانية تدعى إزيد خان انضوت تحت ميليشيات الحشد قامت بارتكاب جرائم خطف وقتل فيما تولت ميليشيات إزيد خان مقتل الـ 52 فردا من قبيلة ماتيوت وهنا يجد أفراد القبائل أن الميليشيات اليازدية جعلتهم كبشة فداء من أجل الانتقام هيومن ريتس ووتش وكغيرها من المنظمة انتقدت عدة أشياء تدور حول هذه الجريمة الأولى انتقاد الحكومة في بغداد والقوات التابعة لها السماح للميليشيات محلية إجراء عملية انتقام وخطف وقتل خارج نطاق القانون والثاني انتقاد لتلك الميليشيات من النيل من الأبرياء تحت الدعاءات عدة والثالث للمجتمع الدولي الذي يبقى متفرجا أما الحلقة الأضعف من كل هؤلاء فهو الشعب العراقي لا محالة